السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله رحمة الله تعالى وبركاته موضوعنا الليلة هو يتعلق بالتفاوت في الارزق لماذا هناك تفاوت في الارزق يجيبنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز فيقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم اهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون لعلكم ايها الاحباب الكرام وانتم تواجهون غلاء الاسعار وتواجهون قلة اليد تتساءلون دوما لماذا ربنا عز وجل جعل بعض الناس اغنياء عندهم القدرة على الانفاق وشراء كل ما يتمنوه ولماذا هناك فئة اخرى فقيرة محتاجة لماذا بعضنا يعمل كثيرا ويكد كثيرا ويتعب كثيرا ولكن في الاخير لا ينال إلا القليل من الرزق في حين ان اخر ربما مرتاح عمله بسيط جدا ولكنه يأتيه الرزق الكثير ويشعر بالراحة والتنعيم لماذا الناس يتفاوتون في الارزاق الجواب جاء في هذه الاية الكريمة ان هذا الامر هو مبدئيا هو سنة من سنن الله السماوية الكونية القدرية هذا امر مقسم ولا احد يستطيع من اهل الارض مهما كان مناضلا مهما كان مدافعا عن الحقوق مهما كان مكافحا لن يستطيع ابتا ان يغير هذا النظام ولا ان يحوله لان الله عز وجل من حكمته انه خلق الناس اشكال والوان لم يخلقهم في كثة واحدة من العطايا لو خلقهم عندهم كلهم متساوون كاسنان المشطي لكن هناك عدم التمايز من الخلق لكنوا غير طبيعيين وغير منسجمين ربنا عز وجل خلقنا متمايزون ومختلفون حتى في الصفات في اللون في الطول في الهيئة ومختلفون ومتفاوتون حتى في العلم وفي الدكاء وفي المعرفة كل عالم كل جاهل كل موهوب وكل دونه وهكذا خلق الفقير وخلق الغني لماذا ليتكامل المجتمع وليتبادل الناس المنافع فيما بينهم لانه لو كانوا كلهم اغنياء لم يحتاجوا الى العمل لو كانوا كلهم اغنياء ما استطاع احد ان يعمل ان يأتي بحداد او نجار او ميكانيكي كل شيء اغنياء فالناس لو كانوا كلهم على درجة واحدة لما تبادلوا المنافع فيما بينهم وهذا ما يفيده معنى الآية الكريمة التي ذكرناها في اول الكلام ربنا يتحد التساؤل اهم يقسمون رحمة ربك يعني من هم هؤلاء هؤلاء المتحكمون النافدون الذين يريدون ان يتحكموا ويتدخلوا في ارزاق الناس هل يستطيعون ابدا اهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون لما يقول الله عز وجل نحن نحن قسمنا هذا الضمير لابد ان نتدوق اللغة العربية لغة القرآن العظيم هذا اسلوب الهي هذا ما يمكن للبشر يقول هذا الكلام ابدا سيدنا النبي محمد الذي كان في ارض العرب ما يستطيع ان يقول كلام هكذا كبير جدا تستشعر ان اله يتكلم نحن قسمنا بينهم معيشتهم نحن هذا الضمير هو للتعظيم وللتفخيم وكذلك لما قل قسمنا قسمنا يعني ضمير للتعظيم لا مجال لتدخل المخلوقات ولا لغيرهم في هذه القسمة ربنا يذكر لنا كل مسألة بالحكمة ان القرآن الكريم كله حكم وكله مقاصب وكله اسرار لابد ان نقف عند كل ايون فهموا المعنى ديالها الحكمة من هذا التفاضل بين الناس والتفاوت في الارزاق لماذا قال لنا ليتخذ بعضهم بعضا سخرية انحن بعضيتنا جميعا من الرئيس الى المرؤوس من الحاكم الى الى الغفير الكل مسخر بعضهم لبعض بعضهم يخضم بعضا فربنا عز وجل جعل الفقير من حكمته انه لو كان قوي وقادرا على العمل يعني ما يستطيع انه الى كان غني لن يعمل وكذلك الضعيف اذا لم يكن له فقر فانه بعضهم يحتاج الى بعض تصور بان الذي له مال اذا احتاج الى شيء هو يؤجر به الفقير وينتفع القوي بمال الضعيف وينتفع الضعيف بعمل القوي هكذا النظام ينتفع القوي بمال الضعيف وينتفع الضعيف بعمل القوي وهكذا تنتظم الحياة لو بسط الله الرزق لجميع العباد اشعد يوقع لو كنا كلنا اغنية نفق في الصباح الباكر غتلقى في جيبك واحد مية مليون ما الذي سوف يقع غدحت واحد ما غيمشي لخدمة واحد ما غادي يخدم الذي ينظف عامل النظافة لن يستيقظ أبدا السائق تاكسي لن يقوم بيع الشراية في الأسواق دي المواد الغدائية كل ما غنزل يريد احتى واحد ما غادي يخدم والأطباء غنصبحوا نعسين وكل شيء غادي بقى جالس الله سبحانه وتعالى قال لنا لو بسط الرزق لجميع العباد أشهد يوقع لا بغوا في الأرض لا بغوا في الأرض غد يعد طغيان ويعد الفساد وأيضا لو ضيق الرزق على الجميع لو مثلا فقنا في الصباح القيناة أزمة مالية كبيرة خانقاء انهيار للأسواق العالمية هذا لن يحدث أبدا 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 لأن قانون إلهي الله تعالى لا يمكن أن يضيق الرزق على جميع العباد لأنه لو فعل لاختل نظام الحياة وتهاوت معيشة الناس وهذا لن يحدث إلا ناذرا إلا كان هناك عقاب إلهي ربنا عز وجل لو خلق الناس في الرزق على درجة واحدة ما اتخذ بعضهم بعضا سخريا ولم يعمل أحد للآخر صنعة ولم يحترف له بحرفة لهذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن الحكمة من تضييق الرزق على بعض الناس بعض الناس يقول لك علش أنا فقير علش أنا يرزق عند قليل كيقولنا الحكمة أنه لو لو بسط الرزق علينا جميعا أشغد يوقع بغي وتغيان كما قال ولو بسط الله والتوازن قد تكون الحكمة من تفاوت الأرزق من الناس حكم كثيرة ربما قد يكون هو امتحان للناس الله تعالى يريد أن يمتحننا ويبتلينا لمعرفة درجة إيماننا ربي عز وجل حمل واحد عنده المال غري عمر جيبك يقول لك هذا الووكيند سوفر الوحد منطقة السياحية ويبقى يقلب ويتفنن في المعاصي والخطايا في الحديث القدسي ربنا عز وجل يتكلم ويقول إن من عبادي لمن يصلح له الفقر ولو أغنيته لا فسد حاله وإن من عبادي لمن يصلح له الغنى ولو أفكرته لا فسد حاله هذا حال الناس كله هو فقير ربي عز وجل بغي يكون فقير لأنه يعلم في سابق علمه الأزلي أنه إلى هذا الفقر أعطاه المال كثير سيفسدوا حاله غايت غايت جبار غايت فكر في المعصية كان عرفه وحد الفقير شح له فقير عيش مستوي نهارا أعطاه الله المال جاتوا وحد الفرصة أول ما فكر بدل المرة جاب مرة تانية قالوا كذلك لا تصلحوا لي تذكروني بأيام الفقر ثم أقلب على وحده موضيل جديد وعاد غير السيارة وشوي غير الأسنان دياله وغير الشعر دياله وغير الهيئة دياله وحد لحظة فساد حاله ملكة شفلان بعد ثلاث أربع سنوات تغير حاله لو كان كما كان من قبل فقير كان مستقر وكان عيش مرتاح وكان جمع الشمل ديالعائلة وكان متقله ولكن من نهار أعمار له جيبو بدك يفكر في المعاصي والخطايا واشتتش شمل ديالعائلة والعكس صحيح ربي عز وجل لك يا عرب بعد العباد أنهم جعلهم أغنية لو فقرهم الله تعالى غير يفزده علاش غد يبدي يبكيه ويقول لنا ما لي أنا أكواه ويلحب بالله ويشرك بالله ويكفر بالله وربما يعود تائر ويبغي يحرق كل شيء علي وعلى أعدائي ربي عز وجل يعلم البشر الأرزاق هي قسمة الخلاق ورب عز وجل اسمه الرؤوف هو أرأف بالعباد من أنفسهم خزائنه ملأ سبحانه وتعالى رأى ممكن جعلنا نكون أغنية ولكن لمصلحة وحكمة يقسمنا الرزق يقول الله تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم العلم عند الرحمن هو اللي عارف القياس دي البراد كل واحد منا لكن هناك بعض الإشارات هذه الأرزاق هي لا علاقة لها بالطاعة ولا بالعصين الأرزاق دي هذا غاني وهذا فقير رأيها غير مرتبطة بهذا مطيع كي يصليه وكي يعبد الله وهذا عاصي كي يشرب الخمر وكي يتعطى الزينة وكي يدير الفساد ولا علاقة لها بالعقل والدكاء شو واحد ربما يقول عنده شهادة علمية عنده ماجستير ودكتوراه يقدر يكون فقير ما زال بقي كيري ويقدر يكون مقاري والو عنده غير ابتدائي وربما وعنده أموال طائلة عنده قصور وعنده ضيعات مسألة غير مرتبطة بالعقل ولا بالدكاء وغير مرتبطة أيضا بالحسب والنسب مش يحتدون النسب من آل البيت أنه غدي غدي كرم الله تعالى وحسيب في قومه وهذا ما عنده لأبدا ولا هي بالوجهة والمكانة الله تعالى كي يزع الأرزاق لحكمة يعلمها أحيانا قد يعطي الله للمجنون مجنون ما عنده عقل بسطي حمق وعاطي الله المال كثير ويقدر واحد عاقل كيف همزاف وربي ما عطاش يحرمه وقد يعطي الله للوضيع إنسان وضيع ما عنده لا كرامة ولا عزة ولا نفس كي يعطيه ويمنع الحسيب واحد يود الحساب والنسب لفي المقام الرفيع وربي ما عنده فقير حكمة بالغة ولا ربي سبحانه وتعالى شيء واحد أعطاه وغدق عليه عطاء الله لا يدل على محبة الله لعبده ورضاه عنه ما تقول أنا ربي أعطاني إذا ولك يبغيني أبدا لأن ربي عز وجل قد يعطي للكافرين قال الله تعالى قد يعطي للفجار أكثر مما يعطي للأبرار وقد يرزق الكافرين أضعاف أضعاف المسلمين وهذا مشهد لأن الرزق غير مرتبط بالإيمان بالكفر الله تلك يرزق الجميع يرزق أهل الإيمان ورزق أهل الضلال وقد يوسع أكثر على أهل الضلال وقد يرقم الدنيا وفي المقابل يضيق على أهل الإيمان والصلاح لأن الله عز وجل قلنا ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسرورا عليها يتقئون وزخرفا وإن كل ذلك لما ماتعوا الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين كي يصف الله تعالى أن هدو أهل الكفر وأهل الشرك وأهل إلحاد وأهل الضلال وأهل الجهل أربع طنبيوت عظيمة جعلهم لتنبيوتا سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون معارج يعني كناية على نطحة السحاب للمعارج لأسانسور ولبيوتهم أبوابا وسرورا عليها يتقئون بفتاء كبار وزخرفا النقش البلدي والنقش الإسباني والأندلوسي وأنواع وأشكال كل هذا قال لنا متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين فلا تلازم بين الرزق وبين العقيدة قد يعطي الله تعالى للمؤمن وقد يحرمه وقد يوسع للكافر أكثر من المؤمن الله سبحانه وتعالى قسم الأرزاق بين العباد كل هذا ليعرف الغني قدر نعمة الله عليه بالإيسار فيشكر ويلتحق بالشاكرين وقد ترى الفقير ابتلى ليصبر ولصبر الفقير رساداته قال لك إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يكفي في الحديث أن الفقراء المؤمنون غادي سبقوا الأغنياء المؤمنين في الجنة هي سبقوهم بنصف يوم شحل نصف يوم هو خمسمائة سنة لأن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون ثم يقول ربي أعزب في الختام هالتفاوت هالتفاوت في الرزق نحن هو الغرض منه غير ابتلى ولكن اللي خاص الإنسان ينتبه له اللي خاص الإنسان يركز عليه دي البروجيكتور دياله عليه شنوه وهو أن يكون مقامه رفيعا في الآخرة اللي هي أعظم وأكبر وأجل وأبقى الدنيا وقد تكون فقير ولا غني ربحال بحال رأى الدنيا كله وبحال فصله الرابع غدا قد سألي بحال الغني بحال الفقير بحال الشبعان بحال الجيعان بحال المكسي بحال العريان بحال الحاكم بحال المحكم بحال بحال لأنها قصيرة جدا لخص التركيز عليه باش الإنسان يكون يكون من أهل الفلاح ومن أهل النجاح التركيز على الدراجات الآخرة الدار الآخرة لهي أعظم وأكبر وأجل وأبقى يقول ربنا عز وجل في كتابه العزيز انظر كيف تفضلن بعضهم على بعض ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة يعني الحقيقة الأخيرة لفت دوام اللي هي خالدين فيها أبدا أما الدنيا أرى لفت منتصف العمر غير يشل الليدية ويشل الفمو وينتظر رحمة الله تعالى منتصف العمر يعني قد تصل خمسين سنة ربعين خمسين سنة ركد وستي تبارك الله بدأت فكر في الآخرة تبني الدار الآخرة هذه الآخرة هي التي يمغي أن تصابق إلى درجاتها العالية وإلى حياتها الباقية لأن خير وأحسن تأويلا وأكبر تفضيلة بغيناكم أيها الأحباب الكرام تحكيوا لنا قصصكم وتحكيوا لنا واقعكم مع الرزق أكيد اللي كي سمعوا فينا الآن كين الأغنياء وكين فقراء وكين طبقة وسطى وكين المحروم وكين المكروم أنواع وأشكال والرزق هو أشكال وأنواع بغيناكم تحكيوا لنا حكاياتكم مع الرزق كيف ديرين مع الزمان كيف ديرين مع الرزق عندكم حكايات ربما مرتان كان عندكم تقتير وكان عندكم الفقر المدقع وعانيته الأشد وأحيانا أخرى فرج مولانا وفتح أبواب العطاء ومن لك يجيك المال أش كتدير به واش كتفتخر به واش كتدير به أعمال سيئة واش كتكنزو في الأبنك واش كتبقى غير تستثمر استثمار لا استثمار كتعود أنت خادم لمالك عوضا أن يكونوا خادموا لك ولأنك كتنعم بما أنعم الله عليك وكتوسع على العائلة والفقراء وكتصدق بها على المحتاجين ما قصتكم مع المال ما حقيقة أمركم مع التفاوت في الأرزق احنا كنتمنا وتواصلوا معنا وتشاركونا هذا الموضوع ونسمعوا تجاربكم وقصصكم في الحياة وباش ناخدوا منها العبرة نستافدوا لغاية مشغل الحكي لغاية أن ناخدوا العبرة وأننا نصلحوا نفسنا ونصلحوا الأفكار دينا ونترقاوا في مقامات الإيمان حسن الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ويختم لنا ولكم جميعا بالحسنة السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة